إحنا معنا واحد حبيبك أوي حسن يوجا ما بنسجل ما أقوله إحنا معنا كابت شاكر نقول لك لا لازم أتكلم نسمح حسن بريد نرجع نعلق على الكلام كابت شاكر عفتاح لعيب زميل في النادي يعني زميل ملاعب وزميلة في المنتخب القومي فمشور مشور كبير جدا بين كابت شاكر عفتاح وكابت صلاح عفتاح وكابت شاكر عفتاح طبعا يعني خذ المشور بتاعه في الكورة لعب في النادي الترسانة ولعب في منتخب مصر وكان مشور كبير جدا أنا وهو وفيه كان كابتن رافة ميكي وكابتن حملاوي وكابتن أبو العز كابتن إحسايت فيه مجموعة كتير جدا من عباس فخري ومصفتها وكان فيه مجموعة كبيرة جدا كان زمليننا ومزملين شاكر عفتاح مشور اللي هو بدأنا فيه يعني الحمد لله في النادي الترسانة وفي المنتخب القومي هتقول ليه لحسن يوجه طبعا يعني كابتن حسن حسن حركات زميل العمر كله عشنا مع بعض في النادي أفراح وأطراح وحسن طبعا يعني زيلتوا بتشوفوا بعضي يوميا كل يوم حسن علاقتنا برضو من وإحنا صغيرين كنا بنروح بيوت بعض يعني كابتن حسن علي زيلتوا سريع من حي السيدة لا يعني كأفراد صغيرين مكناش تسة طبعا حسر والحاجة لكن عايزين نروح المتبح ناكل فنروح عند حسن علي في البيت لأن والد الله يرحمه طبعا وكانت الوالدة الله يرحمها عنده يعني ما شاء الله فكنا نروح البيت عند الكابتن حسن علي وناكله كده ومن الحاجات الزريفة في مرة ما كنا في الناشئين كان الكابتن موحي شرشل الله يرحمه وكابتن محمد رياض وأنا وكابتن الكابتن حسن علي فروحنا نتعش عندهم فكانت والدت الله يرحمه عملانا بقى إيه عكاوي ولحمة ومنبر ويعني إيه خير ربنا كله فالنور قطع فأنا كنا جايين من التمرين جعنين بقى أوه فأنا شايف شكل الأكل محتوط فعارف ده فين وده فين فالنور قطع فكله قاعد ساكت مستنى إما النور ييجي أنا جعان فبقيت أمدي إيدي أنا عارف ده إيه منبر أخد واحدة وأكل فالكابتن محمد رياض اللي قال سامع صوت حد بيأكل فقال هو مين اللي بيأكل في الضلمة ده أنا ما بردش بقى فعمال هو قاعد يحسس كده لحد ما رح ماسك إيه دي وانا بيأكل هل لي ما تنطع يا أخي أقول إنك إنت اللي بتأكل فأنت فكرتني كان ما كنا في المنتخب مع بعض وكان حسن علي بيعمل لنا صواني العكاوي العكاوي كان بيجابها المعسكر وحاجات دي كلها وجيبها المعسكر فأنت فكرتني بلوقتي بحاجة لازم نقولها كان حسن علي قال كان عامل عامل واجبة جامدة أوي فكابتن جندي يالله عم نشوف تعال في كابتن جندي قدامه فالمهم جاب الثواني كلها وحطتها قدامنا فعمل عكاوي بالبطاطس ومش عارف لحمة بإيه وإيه والكلام ده فكابتن جندي وحطت الشوكة في العكاوي طلع بطاطس فاروج عفر يحط الشوكة طلع عكاوي كابتن جندي يحط الشوكة تاني طلع بطاطس تاني طلع هبر اللحم كده فإحنا بقى عاديين وبناكل ومسكين نفسنا من الدحك لدرجة إن الكابتن جندي قال لفاروج عفر ممكن تديني نظرت العكاوي لأنت أنا بسها دي بقولك حتى يا أخ كان في أفاشات طبعا لأن كان زمان الأجيال كلها كان عندها سرعة بديهة وفتنة وحضور في التعليق مباشرة على الموقف نعم فطبعا يعني أنا بذكر كابتن حسن علي وطبعا بعتز بزمالته في النادي من صغرنا وفي المنتخب وحتى في مجال التدريب اشتغل اشتغلنا مع بعض طبعا هو كمدرب حراس مرمى فيعني الحمد لله قضينا مع بعض في زمن جميل سواء لعبين أو مدربين وبتمنى له طبعا دوام الصحة والعافية ترجمة نانسي قنقر